وكان المبعوث الأممي قد التقى وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك وعبر عن دانته لكل أعمال التصعيد في اليمن وحرصه على معالجة كل الخروق من خلال آلية مشتركة تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار وذكرت وكالة الأنباء اليمنية السبب أن الوزير بن مبارك ناقش مع المبعوث مسال الهدنة على ضوء الهاجمات الأخيرة لميليشيات الحوثي في منطقة الضباف في تعز وخروقها المستمرة لوقف إطلاق النار وقال بن مبارك إنه في الوقت الذي ينتظر اليمنيون التزام الميليشيات بفتح الطرق الرئيسة إلى تعز تواصل الميليشيات تحديها للمجتمع الدولي من خلال محاولتها قطع الشريان الوحيد لمدينة تعز وأضاف أن هذه الأعمال تضع الهدنة القائمة والمساعي المبذولة لتوسيعها وتمديدها على المحك ما لم تكن هناك مواقف حازمة إزاء هذه الممارسات